السلام عليكم وحمد الله وبركاته إخواني أخواتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في أحسن الأحوال مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعفية وأحوال تامة وبطبعة الحال مع أخر الأخبار وأخر مستجدة ودائما الإخوات مع قضية أو القضية المقدسة للشعب المغربي ديالنا كاملين قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وعش المغرب لعش ما نخانه ولا غالب إلا الله إخواني أخواتي اليوم قد نتكلموا على جوج مواضيع مهمة الموضوع الأول هما الفرقشية أخذوا واحد الطيار قديمة يعني شو صورة من طيارة قديمة من ليبيا وكيروجوا بالليرهم طيحوا طائرة مغربية بقم معي الإخوان شوفوا التفاصيل لهذا الموضوع أما الموضوع الثاني فهلاك طفل في منطقة العزلة كارت الإخوان بكل المقاييس جريمة اللي كيقوموا بها هاد الميليشيات قم معي الإخوان شوفوا التفاصيل لهذا الموضوع ولكن قبل دائما كانت من أنكم تلايكي وتبارتجي وقدر المستطاع ولأول مرة شوف هاد القناة يشجل الاشتراك ويفعل الجرس بجي ما يتوصل بالجديد وشكرا جزيلا للمتتبعين لأوفياء على بركة الله قد ندخلوا الصور بالموضوع أخواتي هاد طائرة اللي كتشوفوا في صورة الفرقشية لنهارو ما طال وهم يتكلموا عليها ويقولوا بلي راهم قسفوا واحد طائرة مغربية وراهم دايرين عرصوا النشاط صغاريت على الحد التعبير دي لهم بل أنهم طيحوا طائرة مغربية وفرحة هستيرية من أجل يعني من أجل يعني سقوط هاد الطائرة نادي نخلي معاكم يعني واحد تسري بصوتي النساء دي المرتزقة اشتركوا في القناة اخواتي فرحة هستيرية في زغاريت وشط حرضي على الخوة الخوي على الكتوب مهمة اخواتي انتقلوا للمضوع الثاني ومضوع كارتة بكل المقاييس اخواتي هاد ميليشية دي البوليزاريو كي يسلحوا الأطفال وكي يجندوا الأطفال الصغار باش يستخدموهم ضد المملكة المغربية وكذلك كما شفنا يعني في الفيديو السابقين انهم كي يستعملهم وكيدروا لهم الفيديو باش يهددوا بهم المملكة المغربية بحيث الإخوان تمها لك طفل في المنطقة العازلة يعني صراحة كارتة بكل المقاييس وجريمة باشعة عن طريق الإخوان تشنيد أطفاله أيضا كما تم تسريب عن طريق المخيامة تندوف فقد تم هلاك واحد من القصيرين اللي تم تجنيد ديالهم من طرف العصابة الحاكمة والعصابة ديال بوليزاريو وكما تم تسريب عن طريق المشيات الإرهابية هذا الطفل أو هذا القصير كان مع المرتزقة اللي كانوا بغوا يحاولوا أنه يدخلوا أو يقربوا المنطقة العازلة وهذا الأمر يعني خطير جدا الإخوان بحيث طفل الإخوان المكان دياله المدرسة المكان دياله أنه يكون مكان دياله يكون بين حبابه وبين والديه يكون في المنتزهات هم جيين كي يجندهم وكي يعلموا لهم الإرهاب الإخوان هنا إخوان أخواتي تم الهالك ديال هاد القصير اللي كان مع المرتزقة اللي قربوا منطقة العازلة وهذا الأمر كما قلت لكم أمر خطير فبعدها ما صدقتش لهم الإخوان يعني ما صدقتش لهم القدية دياله شاحنات المدنية وتهموا المملكة المغربية بلي رهك تقصف سيارات مدنية وكذلك ما صدقتش لهم بلي المملكة المغربية أو الجيش المغربي كيقصف في المدنيين في المنطقة لأن الإخوان المينورسو عارفة بلي ما كينش مدنيين في المنطقة العازلة ولهذا بدلوا الأسلوب قلبوا على شي طريقة أخرى شنو غدي يديروا غدي يجيبوا القاصرة منطقة العازلة يعني هذا واحد ولعبة ولكن لعبة بشعة لعبة ديالناس أغبية الناس ما عندهم مش الإحساس ما عندهم مش الرحمة في القلب وهذه الكاريتا بكل المقاييس هذه الجريمة يديرها هذه الميليشيات الإرهابيين هذه الميليشيات الإرهابيين العصابة البوليزاليو بطبيعة الحال معهم النظام العسكري الجزائري اللي يجندوا هاد الأطفال هاد القاصيرين ويسلحوهم ويعلموا لهم كيفاش يديروا الإرهاب كيفاش يعني يقصفوا كيفاش يضربوا بسلاح يعني هذه جريمة في حق الطفولة هنا الإخوان يعني من هاد المينبر كنقولوا فين هو المجتمع الدولي أنه اللي كيشوف هاد الشي اللي كيوقح لهاد الأطفال فين هما الجمعيات ديال الحقوق الإنسان علش هاد الصمت والعالم كامل كيشوف هاد الانتهاكات اللي كيستعملها الكابرانات وكيستعملها يعني هاد المرتزقة الانفصاليين في حق هاد الأطفال يعني هاد الجرائم البشعة وهاد القتل اللي وقع في تندف الإختصافات ودفن السجناء بالحياة إخواني أخواتي هذا هو الموضوع ديالنا كنت من هاد المنبر أن هاد الجمعيات ديال الحقوق الإنسان يشوفوا هاد المرتزقة هاد الانفصاليين هاد النظام العسكري الجابان يشوفوا هاد الجرائم اللي كيديروا في حق هاد الأطفال اللي كيتم تجنيد ديالهم وهما أطفال وكذلك يشوفوا الجرائم الكبيرة اللي كتدير في المخيمة هاد الشيال إخوان كان سبقوا هاد رحلي السيد الدبلوماسيا المري بأس الدبلوماسيا وحمر هلال على هاد القضية لتجنيد الأطفال إخواني أخواتي اللي ما قدوش يحقوا شي حاجة على أرض الواقع يعني هاد الفرقشية وهاد العصابة الحاكمة والعصابة الإنفصاليين المرتزقة شنوب هوا يديروك يدفعوا بالأطفال هاد بطبيعة الحال الجريمة في حق الأطفال أو القصيرين ديال مخيمة تندوف وإما الإخوان كانت تمنى أنكم تبرتجوا هاد الفيديو على نطاق واسع كانت تمنى أنكم تلايكوا بقدر المستطاع باش يطلع الأكبر عدد الناس وشعارنا الخالد الله الوطن الملك وصحراء مغربية إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لا عاشا من خانه ولا غالبة إلا الله ومنساوش الإخوان من هاد المنبار كن نرسلوا واحد الرسالة للجيش المغربي القوات المسلحة الملكية كنقول لهم الله ينصركم على أعداء الوحدة الترابية كنقول لهم شكرا جزيلا وتحية لكم أنكم صابرين للبرد صابرين للشتاء صابرين للقلج على سباب أو على ود الوحدة الترابية وعلى ود ورطرابنا ووطنا وبلادنا تحية لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر